ستكون منورنا كابتن فاتحي نصير نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين الدولي والإفريقي يبقى فيه متعب جد وإحنا بنتكلم وإحنا بنتناقش وإحنا بنحاول نقرأ المشهد القرى وإسواء فيه الداخل أو على المستوى العالمي معاه فقرة التالية هنتكلم فيها عن الكيك بوكسنج هاد الرياضة المؤخرا كمان شاهدت تطوير رائع جدا على الأرض وده بينعكس على الأرقام والنجاحات اللي محققينها أبطالنا وحيكون معانا كابتن طبعا محمد صبيح أنا حبدأ كلامي مع حضراتكم وكنا حنأجل الكلام شوية للفقرة الحوارية بس أنا حبيت مع فريل إعداد إن إحنا لا نبدأ بالخبر ده لإن دي من الأخبار المهمة جدا واللي صدرت بالأمس في وقت كان متأخر لكن كان الصدى رائع جدا وكان زي بي بتقال كده حلم ناس كتيرة جدا كانت بتحلم به وبتطالب به وأخيرا أصبح عندنا الموضوع ده على أرض الواقع وإن كان برضو العدد مش عاجب الناس لكن هي بداية خير جدا زيادة عدد الجماهير هو ده الملف اللي بنتكلم فيه واللي أعلنته ربطة الأندية المصرية المحترفة بزيادة أعداد الجمهور في مباريات الدوري المصري لعشرين ألف مشجع لكل مباراة من الدوري المصري وأيضا نهاي كاس الربطة الموسم الحالي ده طبعا طبقا للطاقة القصوى لكل أستاذ فيه استاذات على فكرة بالمناسبة بالنسبة لها يا أستاذ القاري يمكن عشرين ألف رقم قليل لكن فيه استاذات السعة كلها أصلا عشرين ألف الربطة كمان وجهة الشكر لكل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية الطلب ومش طلبها هي ده طلب جماهيري بزيادة أعداد هنا الجمهور وأعتقد ده خبر مهم جدا وبيعيد الروح وبيعيد الثقة للمباريات والأجواء عندنا اللي تاني هنرجع نقول ما فيش متعة من غير جماهير هي الرياضات دي أصلا اتعاملت عشان الجماهير تخيل تلعب كرة قدم تلعب أي رياضة وفيش جماهير الوضع بيبقى صعب جدا فأعتقد ده خبر أكثر من رائع ولكن فيه كم نقطة أولا احنا إن شاء الله بنأمل يكون فيه ساعة كاملة بعد كده ده رقم واحد يكون فيه ازدياد بس طول ما انت ماشي في الطريق السليم انت كده صح فاحنا ماشيين في الطريق السليم احنا عندنا لو رجعنا شوية طبعا من 2012 وفترة الإلغاء ل2015 لما كنا بنحاول نعيد مرة تانية لدلوقتي انت بتتكلم ان كان في الأول قالك طب 6000 متفرج طب 10 000 متفرج وصلت دلوقتي 20 ألف متفرج كل دي أمور فيها تطوير فأعتقد ده بيدل ان احنا ماشيين في الطريق السليم النقطة التانية بقى واللي ممكن برضو نلفت نظر بعض المسؤولين خلاص في هذا الملف ان انت حاول برضو علشان العشرين ألف دول يروحوا مع الفكرة ممكن ان يقولك ايه تعالى بساعة خمسين ألف بس هل في خمسين ألف حيروح ما هي دي النقطة احنا دلوقتي بنتكلم بساعة عشرين ألف احنا عايزين لعشرين ألف يروحوا فهو مشروع ازاي اقدر اننا اجذب مرة تانية الجماهير دي ان هي تروح عندي الاستان لازم اكون بقى عاملة تطوير برضو في الاستادات المختلفة ومش بس الاستادات الكبرى بالمناسبة تعال اتفرج وقارن مش بس هتكلم على الامكانيات اللي هي في الصرف والإنفرستركتشر وكده انا هتكلم على الامور الداخلية البسيطة اللي ممكن تتعمل وما تكلفكش جديه لان انت ممكن تعمل او تشتغل على فكرة سبونسرشيب ابتدي اجيب تشين مطاعم تشين كافهات لطيفة ابتدي اعمل جذب حمامات حلوة ابتدي اعمل جذب للناس كل دي امور ممكن ان هي تجذب لك وممكن ان هي تعمل لك عائد كبير جدا وده موجود على فكرة مش هنقرن نفسنا يعني بدول الاوروبية والاصل في الغرب على فكرة ده عندنا في الدول العربية امارات عاملة كده من فترة طويلة السعودية عاملة كده من فترة طويلة دول كتيرة شغالة على هذا الملف من فترة طويلة انت كمصر تقدر تعمل ده وتنجح يعني ده من المشاريع انك حمليون في المية لان انت قريدي عندك الجماهير موجودة عندك الرغبة موجودة عندك المطشط موجودة عندك النجاحات موجودة تعال بقى اعمل ده وشوف قد ايه ناس هتكون متواجدة وربما ده يبقى ليه انعكاس بعد كده ان بدل العشرين يبقى فيه اكتر اربعين وهكذا وستين الف كمان فده ملف اعتقد محتاج بس بعض الخبرات الشبابية مع الخبرات طبعا اللي هو الناس اللي عندها سنوات طويلة من العمل في هذا المجال ممكن ان هم يطلعوا في النهاية النتاج او نتيجة كلنا نستفيد بيها فعلى كل حال انا مش عايز اطول في الخبر دي لكن هو خبر اسعدنا جميعا خبر لي دلالات كبيرة جدا كمان على مستوى الاستقرار والمشهد العام كل ده انعكاساته طيبة جدا نتمنى بقى على الصعيد التاني وده اللي يخصنا احنا كجماهير ان احنا دايما نكون عند حسن الظن وبصراحة حتى هذه اللحظة الجماهير المصرية عند حسن الظن وشفنا الجماهير المصرية لما بتروح تقاذر اي نادي مش بس المنتخب بيلعب خارج بلادها كتير اوي كانت مشاهد متحضرة الناس بتلم الحاجات بتاعتها بعد المطش بيخصوا قبل مايروحوا فدي مشاهد حضرية جدا والناس كانت بتصورهم على فكرة من دول اخرى وكانوا بينزلوا الصور يمكن دي فئة من المجتمع عندنا عندك فئة كده الصورتها حلوة المشهد كان حلو